اهلا بكم مشاهدينا من جديد تقوم الحياة الزوجية على المودة والتراحم والشراكة في جميع تفاصيل الحياة والتخطيط المشترك لمستقبل أسرة يؤسسها الطرفان ويسهما فيها لكن وفي بعض الظروف قد تلجأ المرأة إلى القانون والقضاء لتأمين حقوقها المادية والمعنوية عند استنفاذ كل الوسائل والطرق الودية أو عندما يتحتم عليها سلوك هذا الطريق موضوعنا اليوم في فقرة أهلنا يناقش الحقوق المالية التي صانها القانون للمرأة مع المحامي أسامة عبد الرحمن مرحبا بك أهلا بك مرحبا بكم أهلا وسهلا بكم نبدأ بأهمية ذكر المهر في العقد وفي حال لم يكتب المهر في العقد هل يعتبر هذا العقد هو فاسد؟ يجب أن نقوم بعمل عقد آخر؟ تماما بداية دائما نحن نقول أن الزواج هو عقد بين المرأة والرجل ويقوم حسب الشريعة الإسلامية وحسب الشرائع الأخرى على الإجاب والقبول بين الزوجين يعني على التوافق بالنهاية ويعتبر من أهم أسس العقد التي تأسست على الشريعة الإسلامية هي ذكر المهر ولكن في حال غفلة من يقوم بتنظيم هذا العقد أو يقوم بتنظيم الإجاب والقبول بين الزوجين عن ذكر المهر فهذا العقد يعتبر عقد صحيح ولا يعتبر عقد فاسد كون المهر ممكن أن يتدارك بأشياء ثانية مثل اللي بيسميه القانون هو مهر المثل يعني في حال غفلة من يقوم بتنظيم العقد عن ذكر المهر يحق للمرأة في حال حصول خلاف مع الرجل أن تطالب بمهر يسمى مهر المثل مهر المثل نحن فينا نسميه أنه مهر مسيلاتها أو قريناتها من النساء يعني مثلا على فرض مثلا هي كانت هذه المرأة من مستوى اجتماعي معين مثلا أختها أو ابنة عميها لديها مهر تزوجت بمهر كذا فهون يحق لها أن تطالب بنفس المهر القياس تماما هون نقول على القياس وهون نفس الشيء بيصدر عنه أو نحن فينا نسمى القانون بشكل واضح وصريح هو مهر المثل لهيك نحن دائما لما يغفل هذا الشخص اللي قام بتنظيم العقد عن ذكر المهر فتذهب المرأة إلى موضوع مهر المثل ولكن نحن نقول دائما لما المرأة بتلجأ أو الزوجان يلجأان إلى الطريق الصحيح وهو المحكمة الشرعية أو المحكمة المسؤولة عن تنظيم هذا العقد فهو من أهم الشروط تكون ذكر المهر ولا تغفل عن هذا الموضوع ولا يمكن أن يتم أي عقد زواج سواء كان على الديانة الإسلامية أو على الديانة المسيحية عن ذكر موضوع المهر طب وماذا عن الموضوع تغير العملة يعني في حال كانت عملة غير السورية أو شيء آخر غير الأموال تماما هلأ نحن نحكي عن تغير العملة يعني نحن في أزواج مثلا عقدوا قيرانهم بعام الألفين كمثال نحن نسكرشان نشترسين لا أفترض تمام أو خلينا نفروض بعام الألفين وعشرة حسب سوريا مثلا كان دولار يقابل مثلا 45 ليرة سورية والآن يقابل ألفين ليرة سورية تقريبا هذا الشيء لحد العام الماضي كان أن المرأة لا يحقل للطالب بأي زيادة وما يحقل للطالب بهذه الفروقات التي نتجت عن التضخم الذي حصل بسوريا أو عن نهيار الليرة السورية ولكن في العام الماضي صدر تعديل لقانون أحوال الشخصية أتاح للمرأة أن تطلب أن يكون مهرها عند التقاضي يعني في حال حصل الخلاف بين الزوجين بما يقابله في الوقت الحالي يعني بالقيمة الفعلية للعملة السورية ولكن على أن لا يتجاوز مهر المثل يعني رجعنا أنه لا يتجاوز مهر المثل أنه مهر المثل قريناتها بهذا الوقت مثلا هو مليونين ليرة مثلا وفي ذاك الوقت مثلا كان المبلغ معين ممكن أنه تحصل موضوع التضخم لحد المليونين ليرة يعني أنه يتوقف هذا الشيء ونقطة ثانية هلأ قبل التعديل اللي صار بسبب الانهيار المتتالي كان بالعملة السورية القاضي الشرع الأول أصدر عبارة عن اجتهاد وأقرت في محكمة النقد بالإضافة إلى وزارة العدن أنه يمكن للمرأة أن تطالب أن يكون مهرها بغير الليرة السورية ولكن اشترطوا أن يكون فقط بالذهب يعني يمكن أن يكون المهر محددا بمقدار معين من الزهر على الأليل قيمته ثابتة يعني تماما لأنه الزهب هو معدن يعني وبالنهاية قيمته تعادل انخفاض الليرة السورية تطالب أنه قيمته ثابتة والليرة السورية إذا انخفضت أو ارتفعت فهو قيمته ثابتة لهيك قالوا أنه ما في مشكلة إذا بنحطه بغير الليرة السورية يكون حسرا بالذهب ولا يمكن أن يكون بالدولار أو الليرة تركيا لا يمكن حسرا بالذهب هناك حالات لبعض الأزواج أثناء فترة الزواج بيجيبوا أوراق بتم توقيع زوجاتهم عليه هو التنازل عن المهر هل يعترف القانون في حال تم الطلاق بالفعل بهذه الورقة؟ قانون الأحوال الشخصية السورية اشترط لأي تعديل يحصل في المهر أن يتم عن طريق المحكمة الشرعية حسرا يعني الزوجين إذا اتفقوا على التعديل المهر سواء بأنه رفع مقدار المهر أو تخفيض مقدار المهر أو إبراء الزوج من المهر بشكل كامل أن يتم ذلك عن طريق المحكمة الشرعية وأمام القاضي الشرعي ولا يقبل أي تنازل من المرأة عن مهرها إلا أمام المحكمة الشرعية ولا يمكن الاحتجاج بأي وسيقة تم تنظيمها خارج المحكمة الشرعية ولو تمت تنظيمها عن محامي بشكل قانوني بأي شكل من الأشكال لا تقبل هذه الوسيقة إلا إذا تمت عن طريق المحكمة الشرعية في حالة تم الضغط عليها في المنزل أو تم تهديدة ممكن ظروف يعني ممكن إذا في حال تم الطلاق شرحت لهم هذه الظروف هل ممكن أنه طبعا نحن قلنا هذه الوسيقة ما بينقبل فيها ولكن إذا صارت الضغط عن طريق المحكمة ممكن أنه تطعم بهذا الشي وتقول أنه صار عن طريق الضغط والإكراف أو التهديد طبعا هم بدأت تثبت هذا الشي دائما نحن نقول البينة على من الدع فهي المرأة لما تدعي بهذا الشي بدأ يكون عندها عبارة عن إثبات تثبت فيه ممكن بالشهود ممكن باليمين بأي وسيلة من وسائل الإثبات تقدر تثبت هذا الشي أنه هي تم تنازلها على المهر أمام القاضي الشرعية أو أمام المحكمة الشرعية عن طريق الضغط والإكراف وإذا ثبتت هذا الشي ممكن القاضي يرجع يحكم له بكافة حوة في حال هلأ النساء اللاجئات خلينا نحكي عنهم بشكل خاص العقد السوري تبعهم هل هو معترف فيه بموضوع المهر والأموال المستحقة لها معترف به بتركيا أو غيره من الدول تمام هلأ بتركيا أو غيره من الدول معترف بالعقد السوري طالما هو صادر عن جهة رسمية وموسط فهو معترف عليه ويمكن الاحتجاج فيه بالإضافة نحن كثير حالات صارت هون بتركيا لما كان الأزواج مثلا يطلبون موضوع الطلاق عن طريق المحاكمة التركية كانوا يطلبوا تطبيق القانون السوري وكانت المحكمة تجيب هذا الطلب أو تحاول أن تحكم حسب القانون السوري لأكبر مدى ممكن يعني لأكبر بتقدر تاخذ بالقانون السوري لأكثر معطيات ممتنة بالنسبة له ولكن بالنسبة للقانون السوري ما اعترف فيه أمام المحاكمة التركية ويمكن للأزواج أن يحتجوا فيه بالإضافة أنه ممكن المرأة تطلب التعويض عن الطلاق كونه هون نحن عنا بالقانون التركي ما في شي اسمه مهر يعني لما بيصير عقد زواج بتركيا ما بيسموا فيه مهر فقط هو عقد زواج بس المرأة التركية اللي حقوق بتاخد نصف أملاك الرجل يعني تماما مناصفة بكل شيء تماما هلأ هكذا هي النقطة الفكرة وين؟ الفكرة مو بالحقوق الفكرة أنه نحن عم نحكي عن العقد نفسه أنه لا يوجد مهر ولكن بالنسبة للقانون التركي هو أعطى المرأة الكثير من الحقوق أعطاها في حال حصول الطلاق إذا كانت الأسباب محقة من طرفها يعني أنه الزوج هو اللي قام بأحد الأسباب اللي ممكن تخلي المرأة تطلب الطلاق فهون أعطى الزوجة حق بتعويض التعويض هذا ممكن يكون مبلغ مالي كبير حسب نحن وضع الرجل يعني ممكن يكون أنه الرجل مثلا يسمون عنده موضوع الملاءة المادية فممكن هي تثبت هذا الشيء وبتاخد تعويض عن الطلاق فهون فقط عن الطلاق مع عدد النفقة الزوجية اللي بتكون ممكن توصل أنه مدى الحياة عنده نفقة زوجية بالإضافة أنه نفقت الأولاد إذا الأولاد كانوا بحضانتها فهدول كده سيكونوا مكنسبات للمرأة الآن نحن بعدين أنه القانون التركي شو بيقول قانون المدينة التركي بيقول أنه لما الزوجة بتطلب الطلاق أو الزوجة بتطلب الطلاق فالزوجان ما قال الزوجة الوحدة الزوجان ممكن يطلبوا تقسيم الأملاك يعني بتتأسم الأملاك بين الطرفين اللي اكتسبت بعد الزواج سواء من المرأة أو الرجل حتى لو كانت الزوجة سورية والرجل تركي تماما هلأ بغض النظر هو القانون واحد ما قال أنه فيه أجنبي وتركي طالما أنه الزواج مسبت بشكل قانوني والمرأة تمتلك الأوراق الرسمية فهون بحقلة تطلب مثلها مثل الزوجة التركية هلأ هون نحن بدنا ما ننسى الشغلة أنه القانون التركي أعطى الزوجة الحق بطلب الجنسية التركية بعد ثلاث سنوات من حصول الزواج فهذا موضوع كثير مهم يعني نهاية هو اعتبره بمثابة أنه امرأة تركية تماما ويعطيها كامل حقوق حتى نحن لما يذهبوا السوريين تقاضوا أمام المحاكم التركية كمان عم تنصفهم بكامل حقوق بشكل تقريبي ما فينا نقول غض النظر عن بعض الفقرات القانونية بالقانون التركي اللي بيقول أنه نحن ما في شيء اسمه طلاق بدون سبب نحن مع السوريين ممكن هذا الشيء كونه أجانب يطلبوا تطبيق القانون السوري القانون السوري بيقول أنه أي مرأة بيحقلنا نطلب الطلاق ولو كان ما في سبب معين لينص عليه القانون يعني نحن هون الأتراك ما بيحقلهم يطلبوا الطلاق إلا وفق الأسباب التي نص عليها القانون بشكل كامل أما كسوريين أو أجانب ممكن يطلبوا الطلاق بغير هذه الأسباب وممكن يطالبوا بالحقوق الزوجية مثل المرأة مثلا التعويض نحن ما نسميهم مهر بتركيا التعويض عن الطلاق والإضافة للنفقة الزوجية والإضافة إذا كان في أولاده هي أغضت حضانتهم فنفقت الأولاد بدنا نشكرك معنا المحامي أسامة عبد الرحمن شكرا جزيلا للمعلومات شكرا لك وشكرا بوصول لكل اللي كانوا معنا بحلقة اليوم بذكركم ونتقدروا تجوروا موقعنا على الإنترنت وعلى نصاتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستجرام انترونا بكرة بذات التوقيت إلى اللقاء اشتركوا في القناة